قدم برنامج صباحكم نور حلقة جديدة من إعداد وتقديم الأبجر شريحة بعنوان العنصرة معاني ودلالات وقد استضافت برنامج الإيكونوموس الدكتور إبراهيم دبور راعي كنيسة الدخول السيد إلى الهيكل الصوفية وقد تناولت الحلقة قصة الرسل المذكورة في أعمال الرسل والتي تشمل رموزا عدة تدل على الروح القدس ويشكل حدث العنصرة محطة مفصلية في تاريخ البشرية حيث تحتفل به العائلات الكنسية بعد خمسين يوما من عيد الفصح المجيد كل منها بحسب طقصها وعقيدتها فإلى هناك أبونا لماذا هذا الاقتباس من العهد العتيق بمصطلح العنصرة أو العنصريت باللغة العبرانية نحن نعلم أنه حدث حلول الروح القدس على التلاميذ حلول الروح القدس فكلمة العنصرة هي على ما يبدو اقتباس من العهد القديم فلماذا هذا الاقتباس؟ كلمة العنصرة هي آتية من الاجتماع فهي التي توحد الجميع بحلول الروح القدس اليهود كان عندهم ثلاث أعياد وكل شيء في العهد القديم كان يمثل ظل للعهد الجديد العهد القديم كان عندهم ثلاث أعياد مهمة جدا اللي هم عيد الفصح وعيد العنصرة وعيد المضاء ونحن بالمسيحية مقابل هذه الأعياد أن عيد الفصح اليهود عندهم عند الفصح يعني تحررهم من عبودية فرعون ومصر وعبورهم البحر الأحمر وبالتالي بيوم الخمسين من عبورهم البحر الأحمر موسى صعد إلى جبل حريب وربنا فتح السماء وعطاه الوصايا العشرة والناموس والشريعة والمقابل احنا عندنا فصحنا المسيح اللي هو دخلنا وعبرنا بالمسيح من الموت إلى الحياة وبالتالي هو فصح قيامتنا وهو فصح خلاصنا والعنصرة هي حلول الروح القدس يعني فتحة السماء هناك أعطى الله الوصايا العشرة لموسى وهنا الله يفتح السموات لكي يحل روح القدس على المؤمنين وعلى الكنيسة جمعا أبونا إبراهيم كيف اليوم أنت تصلي وأنت تستذكر هذه المناسبة هذا الحدث الجلل حدث العنصرة كيف ترى المشهد إذا أردنا أن نجيب على أسئلة الناس من الناحية الطبيعية هل هذه الأحداث هي كانت في ما أبدأ أحكي مخيلة الرسول لكن هي كانت في حدث خاص يعني عين الإيمان هي التي تشاهد قد يأتي إنسان عادي يشوف بقولك تمثال العذرة في أبصر وين تحرك أيقوني بتنزل زيت بيجي الكنيسة ما بتتسرع بهذه الأحداث اللي إحنا نسميها الميتافيزيك تقعد سنوات مرات عشرات سنوات تدرس حالات حصلات تقول هذا قديس وهذا كذا هذا جسد ومتحلى حدث العنصرة أبونا بديش أطول عليك بشرح السؤال ولكن بشكل مباشر حدث العنصرة من الناحية الطبيعية ماذا يعتقد فيه أبونا إبراهيم حدث العنصرة يعني صح كلمة حدث العنصرة لم تكن حدثا عابرا ولم تكن فقط عجيبة أو حلول روح قدس على 12 تلميذ أو على 120 واحد الموجودين هذا الشيء الأباء القديسين برفضه كلية وليس أحدث عابر هو اجتماع الرسل والتلاميذ وحلول روح القدس عليهم وبالتالي حل الروح القدس على الكنيسة جمعة بعلمونا الأباء القديسين أنه زي ما التجسد صار مرة واحدة زي ما الصلب والقيامة صارت مرة واحدة زي ما القيامة صارت مرة واحدة هكذا العنصرة حلول روح القدس صار مرة واحدة بالتالي حل الروح القدس في علية سيون أصبحت علية سيون هي المعمودية الذين اعتمدوا بها بالروح والنار وبالتالي ليس هو حدث فقط 12 رسول 12 رسول هم يرمزون إلى أصباط إسرائيل الـ 12 أصباط إسرائيل الـ 12 كانوا يمثلون اليهود كل ياتهم والرسل في العنصرة يمثلون الكنيسة كلها جمعة جمعة وبتلاحظ في حلول روح قدس بشكل هيئة السينينارية ليست هي نار مادية حقيقية وإنما هيئة السينينارية كانوا يشوفوا كل واحد عليه هذا الروح القدس إذن هذا الحلول هو حلول للكنيسة جمعة وبالتالي منلاحظ في أيقونة العنصرة موجود مع الرسل كمان بورس الرسول منشوف لوقة ومرقص الإنجليين فبتلاحظ أنه الإنجليين يحملون الكلمة وبورس الرسول يحمل الكلمة طب بورس الرسول في وقت العنصرة ما كانش معهم إذن ليس هو حدث تاريخي عابر وإنما هو حدث كياني اللي هو حل الروح القدس على الكنيسة جمعة وبالتالي هذا الحلول كان من أجل أن يكون الروح القدس إلو عملين العمل الأول هو المعزي بمعنين المعزي بمعنى المدافع المدافع نعم مدافع ما تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولا تخافوا من إيش بدكم تتكلموا لأنه روح أبيكم الذي يتكلم فيكم إذن هو لا يتكلم عنه روح أبيكم الذي يتكلم معكم لا روح أبيكم يتكلم فيكم لأنه روح القدس لما يصير في داخل الإنسان هو الذي يتكلم منه إذن هو الذي يدافع إذن هنا المعنى المعزي بالمعنى الأول هو المدافع المدافع وبالتالي ويدافع عنه هو الذي يتكلم فينا الناحي الآخر هو الذي يقوّنه لألكم أنكم لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد إذن إذن لما إحنا نتعرض للتغذيات إذن روح القدس هو المعزي الذي يقوّنه بالتالي حدث العنصرة هو حدث للكنيسة جمعة